اشتركوا في القناة اعرف اتفهمه حصل انه كان لدينا ضيف والدكتور طرق حجي وتبنى خطابا بمفردات معينة بشكل معين هذا الخطاب طلبنا كثيرا ان يتم الرد عليه وفرصة ان حضرتك موجود كي يرد عليه لانه دورنا ان احنا نعند الرأي ورأي الاخ فجئنا ببيان من الازهر بيتحدث عن مقطعة هذا البرنامج ده اوي حاجة تاني حاجة بعض الالفاظ والعبارات يعني اللي شايفها بصراحة ما تنفعش في شخص يعني دكتور طارق ثم يتحدث عن ملحقة قضائية وشيء من هذا القامل انا مش شغلني كل هذه الامور انا شغلني المضمون بعض من المجتمع يرى انه حتى وان كان هناك مجهود في مسألة جديد وتحديث الخطاب الديني الا ان هذا المجهود لم يصل للعامة فالخلاف ليس في شكل من ال ايه ده برضو كل واحد حر يختلف فيك ما يشاء انا موضوعي الاساسي ماذا فعلنا طوال ست سنوات مضت من اجل تجديد الخطاب الديني في المؤسسة الدينية الاولى الحمد لله رب العالمين واصلي واوسلم على من ارسله ربه رحمة للعالمين تحياتي لحضرتك والمشاهديك الكرام في كل مكان خلينا اؤكد على امر هام انا احد المتابعين للبرنامج وانا الحقيقة حضوري النهاردة كاحد ابناء المؤسسة الازهرية امثل نفسي حين اسمع ان الازهر يخرج ارهابيين فلك ان تتخيل انا وانا قاعد مع اسرتي وقدوة لولادي فولادي فجأة يكتشفوا هم بعدين بيدوري معي حوار وبيتفرجوا على عذرتك ان بابا بقى ارهابي لانه خريج المؤسسة بتفرجوا علينا ونحن نستمع لوجهة نظر الشخص رأى من وجهة نظره ان بعض المناهج نتيجة بعض الافكار ادت الى خروج افراد متطرفة ده واقع احنا بنعيش خلينا اقول لحضرتك لو كان الامر طرح بهذا الشكل ده هيبقى نقد ويغفل النقد عمره ما هيتقدم عظيم لكن لما يطرح على انه هدم وانا رأيي انه هدم ليه لان حضرتك تصورك لفكرة انت مسؤول عن الحوار اللي قدرته الفترة دي لكن التاريخ الشخصي للشخصية ذاتها هي دايما فيه سباب للأزهر فيه تطاول على الأزهر فيه نوع من أنواع الاقصاء على فكرة مصر النهاردة بتعاني من طيارين طيار شديد التخلف والرجعية واحنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نهزمه هزيمة حقيقية على أرض الواقع بتلاتين ستة واقدر أقول لك بالدليل القاطع انت ليه انتصرت وعديت بالمرحلة دي كجيش ودولة وليه سوريا وقعت في اللي وقعت فيه لأن الفكر المستنير اللي ظل الأزهر كمؤسسة دينية تصدره كان هو عمود الخيمة للقوة النعمة المصرية أنا بختلف معك وارد اننا نختلف كيف غصلنا لمشهد زي مشهد ربعة ولا زي مشهد الحاجات دي كلها في ظل وجود هذا الفكر أنا بحب الترحة بتاع حضرتك ومجيتي لك الليلة النهاردة على مسؤولية الشخصية بتعبر عن حاجة إيماني بأنك بتقدم ما ينفع الناس خلينا أقولها لك بصراحة فشل أنا ما قدرش أقول قبل 25 نياري ان احنا كنا عايشين في دولة مكتملة الأركان يا سيدي العزيز كل ما تصدر كان حالة من حالات الإحباط الدين والفن والدراما ما بينفصلوش عن المجتمع ما ترجع معايا كده الخالد يوسف لما عمل فوضى وعمل وعمل كل دي كانت جرعات كلها لا تحمل إلا اليأس ولا تحمل إلا الإحباط عارف دليل يا دكتور خالد علي بقول لك النهاردة الإنجازات اللي قدر الرئيس السيسي نعفزها النهاردة على أرض الواقع أثبتت لي بما لا يدع مجالا للشك إحنا ما كناش عايشين مصر ما كانش دولة زي ما هي النهاردة فين المشروع القولي فين بناء الدولة عشان الناس تسمعنا بهذا يعني كل كلام ده هايل ولكنه متفرع عن القضية الرئيسية القضية الرئيسية بتاعتنا بتتحدث عنه طوال ست السنوات مضت هناك شكوى دائمة قد تكون محقة أو غير محقة في أن الخطوات والمجهود الذي اتخذها من أجل تجديد الخطاب الديني لم يشعر به المواطن العادي ولم تشعر به طبقات كثيرة من المتقفين هل العيب في أننا ليس لدينا معلومات ده واحد فنروح نقبل بعض وناخد معلومات اتنين لأن الأداء لم يكن ممتازا كان جيدا أو ضعيفا أو جيدا جدا هل هناك فكرة مقترحة عشان نفض هذا الاشتباك هو ده اللي أنا عايز هيو ده ودي مقدمة اللي أنا بقولها لحضرتك علشان كده كان جزء من ضعف بنية الدولة كله هي ضعف كل حاجة هقول لحضرتك حاجة من الذي يمكن للجماعات الدينية أن هي تنتشر في الجامعات خلاني نتكلم بصراحة هو النهار ده أنا أمام قيادة بتقول إيه أصلي إيمان رأس الدولة بقضية التجديد ده مهم قبل إيمان المؤسسة كمان إن الله هيزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن قبل 25 يناير كان إيه اللي بيحصل كان فيه تمكين للجماعات الدينية كان فيه استخدام سياسي ليهم كانوا بيركبوا على أكتفنا هم اللي تسمح لهم يعملوا مستشفيات ومستوصفات ويطلعوا يا دكتور خالد أئمة الأزهر بيسيروا على الأقدام بينما كان خارج إعلام أو دبلوم صنايع مش عايزة أسمي لك الأسماء يمتلكوا داخل مقر مدينة الإنتاج الإعلامي إلى الآن قنوات خاصة بأسماءهم كان اللابو بيموت بدل ما بيعمل قلدير على روحه بيعمل محطة فضائية ويطلع يشتغل فيها دعوة بعلم الدولة لكن النهاردة إيه اللي حصل أنا مضطرت لعفاصل يعني تقني لكن أنا عايزك يعني تعود إلى هدوءك المعتاد ونعود لنفس السؤال مرة أخرى ماذا نحن فاعلون ما حدث قد حدث لكن نحن أمام مهمة جميعنا مشتركم فيها أمام كده فاصل ونعود مع حضراتكم لاستقمال حواري مع الشيخ إبراهيم رضا خليكم معكم بنعود لحضراتكم مرة أخرى وبجدل الترحيب بالشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة حوار الأديان الشيخ إبراهيم مرة تانية موضوعي الأساسي كيف نخلق حالة من الاتصال بين المجتمع أو الجزء من هذا المجتمع الذي لا يرى عملا واقعيا وصحيحا قد يكون هكذا لمؤسسة الأزهر في تجديد الخطاب الديني كيف نخلق هذه الحلقة كيف نجعل هناك قناة اتصال دائمة كيف نجعل هناك كل مجهود يقوم به الأزهر يعلمه الكافة ده أمر مفتقد خليني أقول لحضراتك حاجة مهمة جدا الأزهر مؤسسة مش محتاجة حد يتكلم عنها تاريخها معروف استهدافها حتى من الحملة الفرنسية ونابليون بونابارت لأن أنا دايما مؤمن بحاجة إن مصر هي الجسد أرى أن الأزهر المستنير من مصر بمثابة الرأس من الجسد عظيم طبعا كويس تعالى فيه انتقادات وجهة حلو إحنا مؤسسة معصومة أنا ما بتكلمش باسم الأزهر بتكلم كأحد أبناء الأزهر يتعلموا في الجامعة دي لا إحنا مش معصومين وبنقبل النقد وبالعكس وبنرحب به بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لما بتيجي تقولي كدكتور خالد أنا عايز أفهم منك واحد اثنين ثلاثة هنقعد ونتكلم على التربيزة لما لقي فيه لغة تطاول هتلاقي المدرسة بعيدة إيه اللي عملناك مؤسسة دينية دلوقتي اسمعني بس سيبنا مما حدث يعني لو هتتكلم عن ما تسميه تطاول فأنا قدامي صفحة صوت الأزهر هي اللي بتقول هقولها بالنص اللي كاتبينه أكاذيب رواجتها قناة أون عن الأزهر وقيادتها صفحات من أرشيف مفكر الشنطة النتاش ها صوت الأزهر بتقول هذه العبارات آآ وأزمة أن تكون مثقفا بعض الظهر ده أمر يعني الأزهر أكبر بكثير جدا أنه أستخدم هذه المفردات أنا هعدي كل هذه وإنسى الوقع دي يعني الوقع دي مشاهم موضوعا نحن دائما معاك نهدف إلى الأحسن إلى الأمام تمام هب أنك تنقض الأزهر نقدا ذاتيا وأنت أحد أبناء والنقد الذاتي ده أمر كويس يعني أمر ما هو أنا ممكن أن أنقض لك البرنامج وأنقض لك عملي وأنقض المقرد خالد سليمي اللي سمعني دوات أي حاجة يعني أنا بكلمك على أنت شخصيا وأنت واحد من أبناء هذه المؤسسة إن أردت في دقيقتين أن تنتقد نقدا ذاتيا ما هذا تقول النقد إن إحنا كنا مؤسسة كسائر المؤسسات اللي بتتبع الدولة أصبها ما أصبها عادي جدا لما أيقنت الدولة بضرورة أن يعود الأزهر إلى الساحة قويا بريادته كما كان بدأ يحصل الكلام هتقول لي إزاي أقول لك تعال شوف تركة المنابر لكل من هب ودب كلأ مباح وعلى فكرة كانت الدولة هي التي تجيز لهؤلاء أنهم يطلعوا على المنابر هو المنابر هو الأزهر هو الأزهر والأوقاف وكل ما المؤسسة الدينية أنا في الأزهر دي وقت أنا بكلمك أهم يا سيدي هو الأزهر بيخرجنا عشان نطلع المنابر تعال شوف النهاردة مواكبة الخطاب الأزهري للعصر أنت النهاردة في حالة حرب وكلنا شايفين اللي الخليفة العثماني بيعملوا ودي معركة أيضا معركة استنارة دينية عزيزي أن احنا بنحاول بيان الأزهر هو بيان لكل الأمة وللأئمة من على المنابر يا جماعة تعالوا خلوا بالك نحن الآن يجب أن تكون الحرب حرب وعي قبل ما تكون حرب قتالية مكرة جعك لسؤالي معلش أنا بحب بس نكون في النقاش معاك أنت تنقض لمدة دقيقتين نقض ذاتي لمؤسسة الأم يا سيدي أنا أقولت لك يعني عايز أقولك لما أقولك صلاة العصر كم رقع أقولي أربع رقعات مش نبتدي بني الإسلام على خمس أنا أقولت لك أننا بدأنا عدة خطوات الخطوات الجديدة اللي التوخز دي كان دلالة على إيه دلالة على أن الوضع بيتغير لأن كان ما سبق أيوة كان بعض المناهج لا تعبر عن الواقع هكتب وراك أكتب وراي الأظهر غير أهو واحدة بعض المناهج لا تعبر عن الواقع أو موضوعات المتضمنة لبعض المناهج زي مثلا ملف العبيد أنا أدرس عبيد ليه يعني أنا كنت أدرسه ليه الأظهر قام بعملية تنقية لهذا التراث تماما عظيم أمسا نتكام بالكلام ده الكلام ده احنا دخلين في عشر سنين يعني هو نقى الكلام ده من عشر سنين أنا من الناس اللي درست فقه العبيد على فكر الكلام ده بدأ يبقى خطاب منسجم مع طبيعة الواقع عظيم بدأ يبقى فيه نوع من أنواع التجديد في الفكر مش الخطاب الفكر بمعنى إيه استحداث قضايا جديدة لم تكن مطروحة على الساحة من قبل زي إيه زي حق الاختلاف إنك إنت لازم تقبل المختلف معاك في المذهب في العرق في اللون قبل كده كان موجود بدليل الفهم التراثي ولكن اللي حصل إيه اللي حصل إن كان فيه غزو سلفي وإحنا هقولك نجاح الأزهر بيكمن في إيه وأنا بتكلم في النقطة دي إحنا كنا أيضا جزء من منظومة التسلف تعالى النهاردة شوف إيه اللي بيحصل إن تقدر تتخلي دولة كبيرة جدا في العالم الإسلامي تغير رأيها وتعدل عن كل أفكارها السابقة مع إننا يا دكتور خالد لازم منيش هتشهدت حق كنا بنتهم في دينا كعلماء للأزهر كل ما نفتي فتوى مستنيرة بمقابل الإخواننا اللي كانوا على الفكر الوهابي أنا مستمع مرجع لسؤالي أنا كتبت واحد بعض من المناهج لا تعبر عن الواقع ودربت حركة مسال بفقه العبيد نمر اتنين ما زلنا في إطار النقطة الذاتية الأهم من ده بقى إن المناهج الأزهرية فيها مراجعة شاملة ما فيش حاجة اسمها مقدس في الفكر لإن دايما بدأ الأزهر ينتبه لفكرة ضرورة التفريق بين النص الديني والفكر الديني كان من قبل إبقى عشان وجدنا له حالة لا ما هي المشكلة مش كان من قبل المشكلة إنك سمحت سمحت اللي الطيارات إن هي تبتدي المتسلفة تبتدي تاخد جزء في المجتمع أنت بتدفعني فطورة دلوقتي أنا مش أنا اللي هحاسب عليها ليه لأن هو مين اللي بيطلع المنبر الشيخ الأزهري لكن الواقع ما كانش كده الواقع كان السباك بيخطب على المنبر كان النجار بيخطب على المنبر كان الرجل بتاع الحقوق بتاع الطب ساب الطب بتاع الهندسة ساب الهندسة فكان في مشكلة عدم احترام التخصص شوهنا كلنا في كل المجالات الإعلام كان كده النهاردة لا يجرؤ كائم من كان أن يرقى المنبر إلا بعد أن يرقى أن يتم عرضه على لجنة عدنين أنا عاجزت عن أنك تديني الإجابة اللي أنا عاوزت لا أنا بديك الإجابة بتحاولت أن تكون دبلوماسيا لا بالعكس في ثلاث مراحل المرحلة الأولى أن يكون هناك داء فيتم رصد الداء الداء ده يمثل في خمس نقاط مثلا ثم بعد ذلك آليات العلاج ثم العلاج طيب خلاص أنا بقولك أن جزء مما أصاب الدولة كان كله شائع على التعليم بكل أنواعه النهاردة أنا بعمل إيه عشان أنا غيرت أنا عملت توحيد للخطبة على مستوى الجمهورية ده الأزهر يا سيدي الأزهر والأوقاف والمؤسسة كلها على بعضها كده هو إحنا ليه عايزين نفتت فيها طب هنعمل حلقة والله لا نفتت والحاجة ليه بناخد المواقف بيادة الشكل هنعمل حلقة تانية نسميها الأوقاف طبعا نحط لعنوان تلك عنوان الحلقة دي الأزهر طبعا تدرس فقه متعلق بالعبيد ومتعلق بزمن غير الزمن كنا بننتقده لما انتقدناه برضو على الشاشات الأزهر قاعد وراجع وقال أولادي هم اللي قدروا يقولولي واحد اتنين ثلاثة عظيم ولكن أنا عايز أقول لحضرتك الأزمة اللي احنا بنعيشها أن هناك فرق بين النقد والتطاول لما اشتم ما فيش أي مخلوق في العالم يقبل ما هو حضرتك بس دخول حضرتك على الخط انك انت صاحب حلقة اتكلمت لكن الشخصية ذات هذا ده مش موضوعنا ومش هيكل قاش صاحب التاريخ في سبب للعلماء فيما ينفع الناس فيما ينفع الناس كيف تطورنا من الخطاب الخطاب القديم لم يكن يهتم بالتنمية لان حالة البالكة كلها انت لو دخلت السينما حتى تسمع فيلم كان بيجي لك إحباط وتخرج والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده مئة مرة الحالة العامة للمجتمع أنا ما كانش عندي مشروع النهاردة بعد ما بقى عندي مشروع قدرت أضمن التنمية داخل الخطاب وأول من عمل على هذا الفكر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان فيه فكر خرافي منتشر بدأت التصدي لي وأول من تصدى للفكر الخرافي في البيئة الإسلامية كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا دايما نقول الرواية دي بعد المشهد المعروف لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه وكسفت الشمس والدنيا قامت هنا بقى بدأ العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الطريق بالاستنارة للمجتمع لكن أنا عندي مشكلة أنا عندي حالة تربص بالمؤسسة الدنيا عموما أنا أعتقد أنه فيه شعور ماليش يا شيخ إبراهيم انسى هذا الشعور نحن الآن نصلح صفحة جديدة هو خلاص؟ طيب اشتغل في الوقت لا أصحيك دايما ترجعني للي ما فات أنا من هوات دائما ما هو آش يا دكتور خالد وليه حضرتك مش متقبل تعرف إيه الخطوات الجديدة اللي اشتغلت لا ده بالعكس أنا جايبك النهارة عشان كده طيب أنا ما بنسيبها يعني أقول لحضرتك حاجة أنا أزهري لما الأوقاف فيها لتعمل كده أنا أزهري في النهاية أنا ليه بفصل بقوله ما احنا قلت لك هنعمل حلقتين خلي حلقة عن الأزهر وحلقة عن الأوقاف ماذا فعل الأزهر من أشياء فاتت على المجتمع وإحنا النهاردة في هذه الحلقة هنلقي عليها الضوء هنقول للناس اسمعوا كان غائب عنكوا 1 2 4 من الشغل من أعمال الأزهر أثناء الصورة من الذي قام بجمع كل الاتجاهات على مائدة واحدة للحوار من الذي أخرج وثيقة المرأة من الذي تبنى وثيقة الدولة المدنية من الذي وقف لمحمد مرسي الذي لم يتعلم داخل الجامعة الأزهرية ولكنه تعلم في الولايات المتحدة واشتغل فيها وصدر الإرهاب إلى الأمة بأسرها من الذي اتهم شيخ الأزهر بأنه بيفسد في المدينة الجامعية وإن فيه تسمم وإن شيخ الأزهر مين اللي حاول يقلل من هيبة شيخ الأزهر لما حطه في 3 ربع سطر واعترض الإمام وترك المكان وميشي وساب الحفلة كلها في جامعة القاهرة خلينا أقول لحضرتك حاجة الأزهر بالنسبة للجماعة الدينية كان هو الحجر اللي لا يمكن يتفتت وعشان كده أقول لحضرتك إيه الأزهر مش الكامل المكمل لا كل منها يؤخذ ويردوا عليه حلو بس خدني بإنك أنت حريص على الوطن وحريص على الدولة أنا في توقيت الحالي دلوقتي عايز لحمة وطنية واحدة مش نضخم الأمور السؤال إحنا كده في حلقة بحث أنا وحضرتك في حضور المشاهدين عما يتعلق بما كيف كنا وإي الطريقة اللي عملناها وصلحنا بقنا إيه كلمني في قضية قلنا وسيقة المرأة لا هبتدي بموضوع المناهج حقيقة قلت لي أنه المناهج ودي ناس كتير قوي بتتحدث عنها قد يكون فيتنا احنا تطور جديد ما نعرفوش بوضع بعض المناهج بعض المناهج طب أقول لك حاجة كانت تؤخذ فيه سياق لا يتسم وطبيعة الحالة المحالة لإحنا فيها طب أقول لك حاجة كويس كيف تم تنقيتها في مشكلة عندنا في المناهج لما بيجي مثلا أنا بادرس قضية من القضايا ماش فيجي مثلا بادرس الإكراه ماش فلاقي عشر أراء الأمانة العلمية بتحتم علينا احنا أن احنا ندرس الرأي الشاز والرأي الراجح والرأي المرجوح لو حد فتح كتاب غير متخصص وأم أرى فقرة معينة إيه الحق؟ ده بيقول كذا يا سيدي لأ ده عرض باب عرض لأراء واتجاهات فكرية وأنا بعلم ولادي إزاي يملك الطالب الأزهري العقلية النقدية علشان يقدر يدير مؤسسة زي المسجد اللي أنشغلوا فيه إذا كانت دي عشر أراء تلاتة منهم متطرفين إيه الداعي أننا أضع هذه الأراء جميعها بالمتطرف منها داخل الكتب والثقافات متفوتة يا فندم عندنا على سبيل المثال خلي ده في التخصص خليف الماجستير خليف في البلوم العام مش في القواعد مش في قليات العديد ده اللي بيجيب من التخصص لما أجدرس الفرق والمذاهب والنحل ودرس الأديان يا جماعة هو أنا هصور كل واحد على ما يطلبه المستمعون ولا أنا بعبر بأمانة علمية لا أفند ما يطلبه المجتمع يعني إيه ما يطلبه المجتمع وأنا يعني أعيزك دائما تحتفظ بهدوءك نحن في نقاش موضوع المجتمع متطور يعني أنا ابني لو بيشوفك دلوقتي هيغير المحطة أو بيشوفنا خليها يارها وكان هيحب المحطة لما هو طالع يقولك الأزاريب إنت ليه حاطت الموضوع ده في دماغك هو أنت مش عايز داي خلينا نغضب لا إطلاقا انسى هذا الموضوع له شأنه الأزهر هيرد فيه وهو يرد عليهم محرين أنا بكلم دلوقتي عن نقطة تانية فكرة عايزة وصل للطالب أو للمقارئ أو للمشاهد خطاب ديني معتدل أخذ باعتك إزاي؟ أولا المعلومة تكون قصيرة عشان فيش وقت في الزمن من اللي بيغزي المجتمع العربي والإسلامي والعالم كله بالفكر الوسطي دلوقتي أنا مش مختلف دلوقتي أنا بكلم دلوقتي على آلية التوصيص ما هو أنا دلوقتي بيفترض جدل بص أنا رافض إيه رافض دايما أن أنت تحطيني كمؤسسة في خانة المتهم مين اللي بيطلع يصدق معلش ماشي أنت اللي بتعمل دلوقتي مين اللي خرج للبرلمان الألماني والبرلمان الأوروبي وعمل حوار فائق الروعة ومستنير وكان حوار بين كل المساهم عارف لو المساقفين العرب يعملوا مع فضلة الإمام ومعالي وزير الأوقاف نفس الحلم الرقي اللي بتتعامل من المساقفين الغربيين إحنا كنا أسرنا الطريق على نفسنا ولكن ده بقى أكل عيش إن أنا أضرب في عند البعض يعني هسلم برأيك إنه البعض يا مجل إحنا بقى عايزين نكون لا إحنا دول ولا إحنا دول إحنا دلوقتي بنتجرد من كل شيء وعايزين نكون موضوعيين في طرح صياغة جديدة أنا مثلاً اقترحت إيه إنه فضلة الإمام يعقد مؤتمراً عالمياً يشرح فيه الخطوات اللي قام بيها في مؤسسة الأظهر طوال السنوات الماضية ما خبش عليك بعض علماء الأظهر اللي بياجوا هنا في البرنامج بيقولوا في الهوى كلام وبعد الهوى بيقولوا كلام تاني وأنا بقول لحضرتك وارد هذا الأمر وارد لكن حيائهم الأدبي في حاجز أدبي كبير طبعاً عندنا كلنا وعند العلماء بيمنعهم من نقد المؤسسة على الملأ تمام الأمر ده خلنا كلنا مكسوفين تمام أنا الأوام بقى نيجي نقول لا حان وقت الإصلاح حلو بدأنا خطوات في الإصلاح من واحد لأربعة فاضل ستة كما عشان نكمل لعشرة فأنا بقول لحضرتك اديني حاجتين ماذا يجب إصلاحه وكيفه وإيه الألية اللي نوصل بها للناس طيب أنا خلينا أقول لحضرتك اللي بدأت بي إحنا على مر سنوات طويلة والأظهر أكتر من حاجة وثلاثين إمام مروا عليه كان فيه حاجة تحتاج إلى إعادة نظر زي ما أدربت لحضرتك مثال بكده الإشكالية اللي إحنا وقعين فيها ربما يفهمها لبعض خطأ إن أنا لما أدرس مذهب أو نحلة أو رأيي لجماعة أو طائفة معينة بدرسوا لي بدرس الأول فكرهم خلاص وعلم ابني في الأظهر كيف يرد على هذا المعتقد وإزاي يدير مع حوار خلاص الأضيف إيه؟ إنه ييجي ياخد فكر أنا بعرضه عن طائفة معينة كأحد من أي حد من المثقفين ولا غير المثقفين ويبتدي يلف في بيع الفضائيات ويقولك بص الأظهر بيعمل كذا يحلات زي بقى المقدمة ده الحل إنه هو يعمل حوار فيه فرق بص حضرتك اللي بتعمله ده هو الجيد لكن اللي إحنا بنعاني منه كأبناء المؤسسة الأزهرية إن فيه حل الترصد لا لا خلاص إحنا لدينا في الحل خلينا في الحل فأنا بحل ده بإيه؟ بقعد معاه على أرض كده أقول له والله أنا بعلمه واحد اتنين ثلاثة أنا مش معنى يعني إن أنا بعرض رأي إن أنا مؤمن به ولكن أنا بقول للإبن لما تطلع للمجتمع هتقابلك طيارات فكرية مختلفة إزاي تتعامل معه؟ بداية المرحلة أي مرحلة دراسية بنعرض هذا الأمر هل في بداية أولى جامعة ولا مثلا في الماجستير والتخصص أكتر؟ بالتأكيد بتأخذ دراسة الفرق والمزايد دي بتبدأ من عايز أقولك من الإعدادية إنك أنت تبقى فاهم ملم يعني إيه سني يعني إيه شيعي يعني إيه كذا يعني إيه كذا أفترض أنه في قضية من القضايا فيها تلات أراء متطرفة المثال اللي حدربناها التلات أراء المتطرفة دي بعرضها على طالب في قولة إعدادي ولا في قولة سنة ولا في قولة جامعة لا بعرضها على طالب أهل للعرض بمعنى فيه فرق من المراحل الأساسية للتعليم وده خبراء يرد عنه فيه وفيه فرق من إننا وأنا بتخصص في اتجاه معين عقيدة وفلسفة أولى جامعة مثلا أبتدي تقديني معلومة ما أنا بقول لحضرتك بابتدي ياخدها بشكل عام زيادة التخصص تبدأ من الماجستير بقى لكن فؤولة كلية اللي هو الطالب لا باخد تفسير باخد حديث باخد فقه لكن ما عنديش في المنهج أنا بفهم منك عقيدة تقديني معلومة فنقتنع فصيغ بقناعات طب أنا هقولك حاجة أنا لما أديك النهاردة حد زي سعد الهلالي كويس ده معنى إيه معنى أن أنا جيت قلتله يا دكتور سعد أو هو طالب خد إدرس الفقه على المزاهب الأربعة واحد اثنين ثلاث دي مدارس فكرية أنتاجة الناس دي لما أجيب خالد الجندي لما أجيب فضلت المفتي لما أجيب الدكتور علي جمعة عايزة أقول لحضرتك إحنا رأينا هذا المثال الحسن ورأينا بعض أما يطلع لحد من أي مؤسسة من أي مؤسس هو الراجل بتاع القاعدة ده ما كان طبيب محترم وعادي وتمام التمام أحنا لا نلقي بالاتهام موضوعنا موضوعنا دلوقتي مرة أخرى كيف نصلح نرجع للموضوع المناهج فكرة أنا بقع عايزة أقول لك أن التدين شابته عدة شوائب بسبب الطيار المنغلق السلفي اللي اتفرض على الواقع المصر زي إيه علموهم أن دراستك للحقوق دي مش هتدخلك الجنة وأن ده مش العلم النافع علموهم في المدارس المتجمدة المتحجرة البعيدة عن الأظهر واخد بال حضرتك اللي هو مش عايزة أسمي دول بعينها يعني ولكن أنت تعلم أن هناك كان هناك فكرة سلفي متأصل في الحركة الوهابية بدأ اللي ودنا للنقاش دا يا مولانا تاني أتحدث عن السنوية الأزهرية والجمعة والإداد الأزهري خلينا في المضمون ما أنا بجيب لك المضمونة هؤمة يا إليل أنت برضو مصر أدفع فاتورة أنا ما قلت لكش فاتورة حاسس الموضوع في تربص أنا باكتب ورق إيه باكتب ورق في الموضوع هي إيه الإشكالية لجماعتنا اللي لدي يا دكتور ما فيش إشكالية فيه تعاون على نجاح أنا هقول لك حاجة أن كان فيه طرد في حالة التدين نفسه ماشي خلاص سببه ومرجعيته إيه أن اقتحم علينا المجال وناس زي هو الفن ما فيه فن هابط وفيه فن رصين واخد بالحضرتك خلقوا الحالة دي والحالة دي خلت البعض يستشعر الخطر طيب بدل ما تيجي تقول للمؤسسة الأزهرية تعالي ناخد بإيد بعض وتعالي نقول إحنا محتاجين النهاردة واحدة هل يعلم الدكتور طريق حجي أن الأزهر بيدرس اللغات أنا ده مش موضوع طريق حجي ليس موجودا دخل موضوع لا أنا دخل موضوع كلمني في المضمون يا سيدة أنا بكلمك في المضمون هل يعلم أن الأزهر الآن يدرس الدين بجميع اللغات الحية عظيم أقول لي بقى كده ده كلام إيجابي أبقى أنا أطلع الحلقة الجاية أعمل لي أقول عمل الأزهر واحد اثنين تلات أربعة أنت بتصدر دلوقتي لفرنسا إمام مصري يجيد اللغة الفرنسية ويجيد التعامل مع الواقع ويدرس أدوات عصره الدعوية رائع للإنجلترا اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية واخد بالك بقى فيه كلية أصول دين بتدرس الشريعة والدين وكل الإلوم الشرعية بكل اللغات وكل الألسنة وهنا أنا ببدأ أشرف عليهم وده كان سبب وحاجة مهمة أن بعض المراكز الإسلامية تم خطفها من الأمة العربية وراحت قدام عظيم إيه تاني عشان أروج لما فعله أفضل إيه تاني بضيفه لكده بضيفه أن فيه اللجان دايما بتتابع المناهج بصورة سابتة ومستمرة على طول بقى بشكل دوري زمان خلاني نعترف بحاجة زمان لا كان حد اللي عايز يغير ولا بيغير كان هو كده أنت طلعت لقيت كده وخلاص فالوضع بدأ يختلف يعني بدأ يبقى فيه الواقع حاكم اللي هيظن أنه هيقف عملية التطور مخطئ لأن التطور قادم لا محالة ممكن أقول لحدتك حاجة في يوم من الأيام المجتمع لقى شخص هو بيثق فيه اسمه عرف التحسيس تمام طلع قال لو سمحته يا أخوانا ياللي متوليين قصة الخطاب الديني نحن نعاني شديدا من فهم خاطئ لأمور الدين نتيجة لأمور متشعبة كثيرة جدا تمام مرت خمس سنوات هل نحن الآن ده طلب الرئيس وبالتالي وعى تماما أننا أمام هذا الكسور تمام خلاص ليه وعى لأنه عنده معطيات أجهزة الدولة بتبعت له هل في الخمس سنين دي نجحنا ولو نجحنا تقدرنا ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد ولا ضعيف طيب أنا مش هرد هخلي الرئيس السيسي هو اللي يرد لأن في خطاب بعد ثلاثة أربع مرات من العتاب على المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية وقال أنا بس تشعر أن في جهد بازل وأنا بأسمن هذا الجهد وشكر القيادات الدينية عظيم خلينا أقول حاجة مهمة جدا أنا حابب بقى الدخلة بتاع حضرتك دي إيه هي الدون الأمل يعني بلاش دايما نشعر الناس بالإحباط في جهود بازلت سيدنا النبي قال ليه من لم يشكر الناس لم يشكر الله ده أنا تاقي معلش الشكر والشكر 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 لكل شخص قدم أي عمل إيجابي في هذا الملاب خلاص كده؟ حلو قلنا بقى عملته إيه عشان نقوله للناس بقول وهقول تاني قدمنا أئمة لأوروبا أي تاني؟ الأئمة خرج لكل العالم كون زمان يطلع أنت لازم تجد لأ نهاردة الخطبة بتؤدى بتؤدى بلغات مختلفة أيضا النهاردة الخطبة اللي بتتألف مصر أصحنا نهاردة كمان أنت بتتعامل في العالم قرية فأنت بتتعامل بانفتاح وزارة الأوقاف النهاردة أكتر من 25 لغة بتترجم الخطبة بتاعتها سواء في الجامعة الأزر شيء عظيم جدا لكل اللغات أي تاني؟ عايزة أقول لك أي تاني؟ تمكين الشباب ودي كانت أزمة عندنا خلنا أقول لك بصراحة وبمرارة خلو قد نتعلم كان دايما الكبير هو اللي راكب على دماغ أي مؤسسة يا جماعة في ناس نوابغ درسوا وإدروا دي كانت أزمتنا النهاردة بقى عندك صف تاني بدأ من إمتى الموضوع ده؟ من الدعاء أنت بتتكلم على ما بعد خلينا أقول لك بصراحة ما بعد 30 ستة بعد 30 ستة من بعد 30 ستة بدأت تخلي الفكر الجديد من الشباب بالضبط يطلع ويتقلب المناصر ولذلك النهاردة ما عندناش وكيل وزارة في الدوان مسن في الأوقاف ليه؟ لأن معالي دكتور وزير الأوقاف الفكرة عنده النهاردة هو مين الدولة دي تلتم في ونفس الحال في الأزر بردو أكيد لأ أنا بأخذ منك معلومة حضرتك أهو تلتم في المرصد بتاع الأزر والأوقاف على فكرة 3 مؤسسات كلهم دلوقتي بيعبر عنهم الشباب عظيم وهي إيه تاني؟ إيه كمان؟ ده كان أزمة النهاردة لما تنقلنا له لقينا جيل بيعبر عن الواقع الإشكالية إيه بقى عندي؟ الإشكالية إن أنا عشان أوصل بالفكر المستنير أنا ما مملكش إعلام اللي ملك الإعلام أهله فاللي بيظهر على الصدر ممكن أقول لستاتك حاجة؟ أنا هخصص من هنا لاشتارت شهور قدام حلقة لكل أئمة الأزهر عشان ييجوا حلقة في الأسبوع جميل عشان ييجوا يقولوا ماذا فعالنا في تطوير خطاب الديني لأن أنا عندي أنا بقول لك وهو عندي نقص معلومات وما عنديش آلية عصرية والله العظيم أنا بشكرك وكان عندنا 25 دقيقة في الوقت استغرقناهم بدل من نقعد نقاط محددة وسريعة والله أنا شايف إنه إيجابي لو حدك شايف إن اللقاء سلبي أنا شايف إنه إيجابي كل اللقاءاتك إيجابية لأنني أقول لك ليه أنا بكلمك على لغة العصر خلينا أقول لك صلاة العصر أربع رقع أنت نركع شبايا لمست حتة مهمة إيه هي إن دايما إحنا مشخوط فينا دايما يعتدى بالحوار طيب مجيب صاحب القضية كل مرة يلا فورا وعد وفتحه في نقاش وشوف إحنا عملنا إيه النهاردة بقى في خطبة بتتكلم عن الآخر وحق الاختلاف خلينا خلينا نعمل التفاق للأسف وقتنا خلص والانتماء للوطن لأول مرة في تاريخ الدين الإسلامي يضمن على إن الكليات مش كوليات خمسة بقى من كليات ست لما الانتماء للوطن بقى من كليات ست يعني دايما مقاصد الدين إيه اللي حدك بيدرسها في الحق وأنا بدرسها في الشتريعة وكان الانتماء للوطن أمر محل نقاش كانش حد يا فندم هم مش خرجوا علينا وهي القضية اللي مصر بتأخذها دلوقتي يعني كانوا بيعلموا الناس عدم الانتماء للوطن هو اللي انت شفته من حرق البلد ده إيه اللي حصل ده كانوا بيتعلموه فين بيتعلموه مصرح ما بيتعلموه لكن كانوا بيصدروه لأ فين كانوا بيتعلموه النهاردة الأظهر كانوا بيتعلم مزالة الجماعات الدينية إلى الآن بتتعامل على أن الوطن جزء من تراب عفن النهاردة انت قلت له أن من الكليات اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلالها أنزل أنزل الدين حفظ النفس والمال والعرض والوطن أنا لأسف في وقت خلص أنا بشكرك جدا شكرا ودعوة في وجود حضرتك نحن لا نستهدف إلا الإصلاح لا نستهدف إلا وصول الجهد الكبير جدا اللي في ضوء ما قاله الشيخ إبراهيم ويقوله العلماء الأصغر أن هناك جهد كبير جدا في مسألة تنقية المناهج وتجديد الخطاب الديني وعصرية الخطاب وأشياء كثيرة جدا هذا الجهد يرى البعض أنه لا يصل إلى المجتمع دورنا الإعلامي دلوقتي أن نخصص وقتا ثابتا ملك العلماء الأصغر في وسيلة إعلام عشان يطلعوا يقولوا فاتكم من الأزهر واحد نين تلاتة أربعة أنتم مخطئون في واحد نين تلاتة أربعة بالشكل ده الناس تتنور وتتعلم مع الاحترام الكامل لكل جنب من جنبات هذه المؤسسة لكل قامة من قامات هذه المؤسسة لإمامها ورمزها ورمز المسلمين في العالم العربي والإسلامي كله الأستاذ الدكتور أحمد الطي فإحنا هدفنا إصلاح بحث هدفنا مفوش أي نوع من أنواع المشاجرة أو المناحرة أو أي شيء فيه تضاد أبدا المصلحة واحدة وأنا يعني فخور أن مؤسسة الأصغر تبقى موجودة في مصر لكن يبقى دائما وأبدا وده اللي هفضل أدافع عنه مدى الحياة الحق في النقد حق النقد ده يجعلني أخص إزاي ما قلت لحضراتكم حلقة ثابتة إن أراض الأظهر يكون موجود فيها كي يشرح دون عنف ودون أي شيء من المباريات فيش مباراة في فريق واحد يعمل من أجل الصالح العام بشكرك شيخ أبراهيم بشكركوا شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا النهاردة من كل يوم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة خليكم معنا شكرا جزيلا